عمرك فكرت ريل فور اللي دايما بيتجارب عليه اي ادوية جديدة او اي تجارب علمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو لسه جديد في قناة دوسة بيستقراب وفعل الجرس عشان نصلك فيديوهاتنا اول باول اولا الفور حجمه صغير وكمان سعره قليل وبيتقصر بسرعة جدا ودورة حياته صغيرة يعني الفور بيعيش من سنتين لتلات سنين بالكتير وده بيخلي العلماء يعرفوا تأثير الادوية على اجيال مختلفة واعمار مختلفة في فترة قصيرة ومش بس كده الفقران جناتها وخصائصها الوراثية والسلوكية شبه البشر العلماء كمان انتجوا جينه من الفقران معدلة شبه جنات البشر في اصابته بامراض خطيرة زي السرطان مثلا وده خلى الفقران ليها دور كبير في تجارب لأدوية لامراض الضغط والسكر ومشاكل الجهاز التنفسي والإدز والشايخوخة والسمنة والسرطان وأمراض كتيرة جدا يعني نقدر نقول ان معزم الادوية اللي بنستخدمها حاليا الفقران كان ليها دور كبير جدا في تدولها وانتشرها وعلاج ناس كتير وهي دي معلومة اللي في الزتونة اشتركوا في القناة